يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة نقاش ربع سنوية حول الأوضاع في الشرق الأوسط والمناطق الفلسطينية يتحدث فيها المناصق الأممي الخاص للسلامي في الشرق الأوسط تاري وينزلاند وأعرب منذوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أمله أن تستمر الدول في الضغط على أن تتراجع إسرائيل عن هذه الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها بحق الشعب الفلسطيني وأكد منصور أن العريضة التي وقعت عليها عشرات الدول رفضا لإجراءات الاحتلال الأثيرة هم جدا ويمكن البناء عليها لاتخاذ مواقف عملية